من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين وصلنا بكم عزائي إلى أجزء السادس من سلسلة حلول واجبات موضوع التطبيقات العملية على القيم العظمى والصغرى المحلية وجد مساحة أكبر مثلث متساوث ساقين يمكن رسمه داخل دائرة نصف قطرها 6 سنتيمتر السؤال 3 ستة عشرة إذن إجا ثلاث مرات في الامتحان الوزاري ومشابه إلى حد كبير لسؤال الكتاب اللي يوجد مساحة أكبر مثلث متساوث ساقين يمكن رسمه داخل دائرة نصف قطرها 11 سنتيمتر ثم إثبت أن نسبة مساحة المثلث إلى مساحة الدائرة تساوي 3 جدر 3 على 4 باي إذن تشوف هنا من خلال استعراض مجموعة من الأسئلة الوزارية نستطيع أن نحدد بأن الأسئلة الوزارية غالبا ما تكون أسهل من أسئلة الكتاب المقرر لأن الكتاب المقرر نعطيني نصف القطر 12 سهنة صار 6 يعني صارت الأرقام أصغر الكتاب المقرر أكو مطلب ثاني ثم إثبت أن النسبة على النسبة النسبة بين مساحة على مساحة إذن هذا فقط يريد منك مساحة أكبر مثلث متساوي الساقين إذن هنا واضح جدا بأن الرسم لازم يكون بهذه الصورة رح تجي ترسم الدائرة ترسم المثلث متساوي الساقين العمود النازل على القاعدة يقسمها إلى قسمين متساوين إذن صار عندي القاعدة رح أجي أفرضها 2 أكس الارتفاع ما المثلث رح أسميه هذا كله أج زيان من عندي نصف قطر من هو نصف قطر الدائرة قطعة المستقيم الواصلة من المركز إلى أي نقطة على الدائرة ما طول هذا ستة أكيد هذا الفوق أيضا ستة هذا أيضا ستة إذن أجي أخذ منه ستة إذن هذا رح يكون عندي أجي ناقص ستة نفرض القاعدة المثلث 2 أكس ونفرض هنا ارتفاع المثلث أجي وواضح جدا بأن العلاقة في هذا السؤال رح تكون مبرهنة فيذا غورس مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين وظيفة العلاقة في موضوع التطبيقات هو جعل أحد المتغيرين بدلالة الآخر في هذا السؤال من المستحيل أن أستطيع أن أجعل أجي بدلالة أكس إذن لازم يكون عندي أكس بدلالة أجي جد مساحة أكبر مثلث كلمة مساحة وردت قبل كلمة أكبر إذن يعد السؤال مجهول القانون وإذا كان مجهول القانون كلمة أكبر أو أضغر إذا لم يحدد القانون بشكل صريح فإنها تعني مساحة إذا كان الشكل ذو بعديا وتعني حجم إذا كان الشكل مجسم إذن معناها مساحة المثلث يا مثلث منهم مساحة المثلث الكلي نصف القاعدة في الارتفاع يعني نصف في اثنين أكس في أج يعني معناها أكس أج أعوض بمكان الأكس بما يساويها وردت أكثر من مناسبة بأن هنا من عندي جذر بدلالة أج وعندي بره أج هذا الأج إذا سأسوي أسوي جذر أش تربيع على موت تعمم بجذر واحد الأش تربيع تنظره مرة بالأول مرة بالثاني الطريقة السريعة لاشتقاق الجذر التربيعي هو مشتقد داخل الجذر على اثنين في الجذر نفسه ساويت بالصفر الأش تساوي صفر مستحيل إذن الأج يساوي تسعة طيب صار عندي الأج معلوم هو تسعة رح أجي أعوضة رح أجي أستخرج الأكس تساوي ثلاثة جذر ثلاثة يعني معناها التو أكس هو ستة جذر ثلاثة إش قد مساحة المثلث هس رح أجي أجاوب عن الكلمة الأولى جذر مساحة خلاص إذن هنا أعوض بقانون المساحة شنو التغيير اللي ممكن يطرع على هذا السؤال ونقول عليه سؤال وزاري شوية أذيال شوية مهواية نفس السؤال ممكن يجيني بالوزاري ولكن مكان كلمة مساحة رح يقول لي جذر محيط جذر محيط أكبر مثلث متساوي الساقين يمكن رسمه داخل دائرة نصب قطرها ستة سنتيمتر هذا الحجي كله نفس الشيء هذا كله نفس الشيء لكن اللي يختلف وين آخر شيء رح أجي أكتب المحيط محيط المثلث هو مجموعة طوال اللاعي الثلاث طيب القاعدة أنا سميتها ستة جذر ثلاثة حسبتها ستة جذر ثلاثة أريد أعرف طول كل من الساقين الحال في ذا غورس إذن وراء ما أكمل رح أجي أطبق في ذا غورس على اليمن على هذا المثلث في ذا غورس على هذا المثلث إذن إش رح يصير هنا رح تجي ترسم المثلث حتى لو كان خارج وتقول هنا الأكس أنا طلعتها ثلاثة جذر ثلاثة والارتفاع طلع عندي يساوي تسعة إذن هذا خلي أسمي زت يعني معناها رح أقول هنا رح أقول زت تربيع يساوي واحد وثمانين زائد سبعة وعشرين إذن هنا رح تجي تستخرج الزت تربيع إذن معناها الزت تربيع يساوي مية وثمانية يعني معناها الزت يساوي المية وثمانية ستة وثلاثين في ثلاثة يعني معناها ستة جذر ثلاثة الزت يساوي ستة جذر ثلاثة إذن هذا رح يكون عندي ستة جذرة ثلاثة وهذا أيضا سيكون عندي ستة جذرة ثلاثة إذن معناها محيط المثلث مجموعة طوال أضلعه الثلاثة ستة جذرة ثلاثة زائد ستة جذرة ثلاثة إذن تبين بأن هذا المثلث شنوه تبين بأن هذا المثلث هو متساوي الأضلع المثلث متساوي الأضلع حتى يكون أكبر مثلث هنا يجب أن يكون هذا المثلث متساوي الأضلع يعني ممكن يجيني سؤال بالامتحان الوزاري وأريدك تجرب أريدك تجرب هل بالصدفة طلع عندي متساوي الأضلاع أو لا هل أستطيع إثبات بأن أكبر مثلث متساوي الساقين يمكن رسمه داخل دائرة نصف قدرها معلوم هو متساوي الأضلاع إذن هنا حاول تأكد لهذا الاستنتاج أو عدم تأكيده إذن السؤال سيكون واجب عليك جد مساحة شوف هنا عام 2017 دور ثاني تطبيقين مدارس العراقية داخل بلادنا الحبيبة أكو مدارس خارج العراق وأكو مدارس داخل العراق جد مساحة أكبر مثلث متساوي الساقين يمكن رسمه داخل دائرة نصف قدرها ستة لأول وهل الطالب من شاف هذا السؤال اصطور نفس السؤال اللي حتنا قبل شوية ولكن لا أكو فرق شن الفرق بحيث أن رأسه في مركز الدائرة إذن بيّن الفرق رأسه في مركز الدائرة وقاعدته قاعدة المثلت توازي قطرها إذن معناها رسم المثلت سيكون بهذه الصورة إذن رأس المثلت في مركز الدائرة وقاعدة المثلت توازي قطر الدائرة إذن معناها أكيد هنا يقول لي مثلت متساوي الساقين إذن القاعدة راح تكون مقسمة إلى قسميا متساويا إذن فرح أفرض القاعدة 2x والارتفاع h نصف قطر الدائرة لنا طينيا اللي أستفيد منه هو هذا يعني خلاص هذا صار عندي مثلت قائم الزاوية إذن السؤال ما بيتعقيد مثل القبله بحيث هنا قلت هذا كله h وإذن هذا h ناقص 6 إذن مباشرة ال6 هو اللي يشكل لي مثلت قائم الزاوية صار سؤالي 2017 أسهل من سؤال الكتاب إذن أفرض طول القاعدة 2x والارتفاع h العلاقة راح تكون في ذا غورس 36 تساوي x تربيع زائد h تربيع إذن معناها الـ x تساوي جذر 36 ناقص h تربيع مساحة المثلت هو نصف القاعدة في الارتفاع xh بنفس الترتيب ما قبل شوية تقريبا راح عوضوا مكان الـ x بما يساويها الجذر h تربيع صار مكان الـ h هذا الـ h تربيع راح ينظروا مرة بالأول مرة بالثاني مشتقة الجذر التربيعي هو مشتقة داخل الجذر على اثنيا فيه الجذر نفسه إذن هنا كملت الحال الـ h تربيع مرة طلعت الـ h صفر ومرة طلعت ثلاثة جذر اثنيا الـ x صار عندي صار عندي ثلاثة جذر اثنيا أيضا إذن معناها 2x هو 6 جذر اثنيا إذن أكبر مساحة لهذا المثلث راح أجي عوض تعويض مباشر وانتهى حل السؤال في هذا السؤال أعزائي جد مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه داخل دائرة نصف قطرها 6 سنتيمتر ما هو الفرق بين هذا السؤال وسؤال الكتاب سؤال الكتاب جد مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه داخل نصف دائرة نصف قطرها كذا مثلا 4 جذر 2 سنتيمتر سؤال الكتاب كان بالصورة التالية من تيجي ترسم نصف دائرة وتيجي ترسم بداخلها مستطيل واضح جدا حتى يكون أكبر مستطيل لازم يكون هنا مركز الدائرة يقسمي للطول إلى قسميا متساويا لذلك هذا سميته 2x وهذا سميته y ونصف قطر الدائرة اللي أستفيد منه اللي يكملي رسم مثلث قائم الزاوية وأعتقد كان نصف القطر 4 جذر 2 إذن هذا سؤال الكتاب واللي جاي بالوزارة فيه أكثر من مناسبة لكن سؤالنا هسه إذا مكان ما يقول داخل نصف دائرة يقول داخل دائرة نصف قطرها 6 سنتيمتر هنا الطلاب رح ينقسمون إلى قسميا القسم الأول يحافظون على الرسم نفسه لكن هنا هذا صار عندي 6 سنتيمتر يحافظون على الرسم نفسه ولكن رح يكملون رسم الدائرة يكملون رسم الدائرة ويكملون رسم المستطيل بل حالة رح يكون الطول مقسم إلى قسميا متساويا والعرض أيضا مقسم إلى قسميا متساويا مثل ما تشوف أمامك هنا لذلك رح أجي أفرض بعدي المستطيل 2x ب2y العلاقة رح تكون عندي في ذا غورس 36 تساوي x تربيع زائد y تربيع إذن x تربيع تساوي 36 ناقص y تربيع حذاري أن تقول لي x تساوي 6 ناقص y لأن الجذور هي أسس والأسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح إذن العلاقة رح تكون القاعدة القاعدة عفوا مساحة المستطيل ومساحة المستطيل حاصل ضرب بعديه يعني معناها 2x ب2y اللي هو 4xy أعوض بمكان الx بما يساويها الواي رح أعتبره جذر y تربيع أعممها بجذر واحد أشتق مشتقد داخل الجذر على 2 في الجذر نفسه وباقي الأمور هي نفس الحاجة اللي سويناه في سؤال الكتاب ولكن الفارق بأن بعدي المستطيل رح يكونون 2x ب2y إذن هذه الطريقة الأولى لحل السؤال طالب آخر يقول لا أنا هنا ما تعجبني هذه الطريقة أنا هنا تعجبني بأن الدائرة أرسمها وأرسم المستطيل بشكل كامل مو داخل نصف دائرة داخل دائرة لكن ما رح أقدر أستفيد من نصف القطر رح أستفيد من كل القطر إذن ما طول هذا 6 وهذا 6 إذن معناها القطر يساوي 12 بهالحالة ما كو ضرورة بأن تسمي بعدي المستطيل 2x ب2y x و y إحنا الملاحظة ما لاتنا تقول أي بعد من الأبعاد إذا كان مقسم إلى قسمين متساويين وإحتجنا التعامل مع أحدهما فيفضل أن يفرض بدلالة ضعف إذا هنا محتاجين التعامل مع أحد القسمين إذن معناها الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية في ذا غورس رح تكون على كل القطر وليس على نصف القطر ومساحة المستطيل رح تكون عندي x y وباقي الحل مقارب جدا والمساحة أيضا رح تكون عندي 72 ساتمتر مربع إذن هذا التغيير سؤال كان موجود في النسخة العربية قبل 2010 وحاليا تم حذفه من الكتاب ولكن سوف يتم شرحه بالتفصيل للإحديات أخاف يجي بالامتحان الوزاري والفكرة تحتاج إلى معلومة يفترض أن درسها الطالب في الصف الثالث المتوسط شنو هذه المعلومة خلي نسوي في المراجعة سريعة عن هذه المعلومة إذا ردت أرسم لك في الدائرة وردت أخذ هنا مركز الدائرة بهذه الصورة هنا خلي تكون مركز الدائرة هذه مركز الدائرة ورح أختار نقطتين على الدائرة مثلا هنا نقطة وإهنا نقطة شوف هنا رح أشكل زاويتين الزاوية الأولى اللي رح أشكلها رح تكون تبدأ منا ومنا رح أوصلها وأيضا هذه الزاوية أي الزاوية الأولى الزاوية الثانية رح أبدي منا وأوصلها بهذه الصورة إذن هنا هذه الزاوية الثانية هس هنا تعرف هذه الزاوية شنو اسمها وهذه الزاوية شنو اسمها إذا ما تعرف خلي أعلمك هذه الزاوية تسمى زاوية محيطية وهذه الزاوية تسمى زاوية مركزية كلاهما تشترك بنفس القوس إذن هذا يسمى قوس إذا أردت أقول هذا AB هذا الAB هو قوس يكتب بهذه الصورة إذن كلاهما تشترك بنفس القوس لكن الزاوية المركزية النقطة الثالثة مالتها هي على المحيط على محيط الدائرة على الدائرة لكن الزاوية المركزية الزاوية المحيطية على محيط الدائرة الزاوية المركزية النقطة الثالثة هي مركز الدائرة إذن هذه الفوق تسمى زاوية محيطية وهذه بالأسفل تسمى زاوية مركزية القاعدة تقول قياس الزاوية المحيطية تساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها بالقوس نفسه فإذا كانت هذه الزاوية على سبيل المثال 80 درجة إذن هذه الزاوية ستكون 40 درجة إذا هذه الزاوية 120 درجة هذه الزاوية لازم تكون 60 درجة إذا كانت هذه الزاوية 180 درجة إذن هذه لازم تكون 90 درجة لهالسبب من أريد أرسم مثلث داخل نصف دائرة هس هنا وصلنا إلى الفكرة الرئيسية من أريد أرسم مثلث داخل نصف دائرة بحيث أن أحد أضلاع قطر الدائرة والرأس الآخر يقع على الدائرة فلابد أن يكون هذا المثلث هو مثلث قائم الزاوية لا بد يجب السبب لأن قياس الزاوية المركزية هنا هي 180 درجة زاوية مستقيمة إذن بالتأكيد قياس الزاوية المحيطية ستكون 90 درجة فأي مثلث يرسم داخل نصف دائرة بحيث أن أحد أضلاع قطر الدائرة ورأسه يقع على الدائرة يجب أن يكون مثلث قائم الزاوية لأن قياس الزاوية المحيطية نصف قياس الزاوية المركزية إذن صعوبة السؤال اللي كان موجود بالكتاب ونحذف وربما يجي بالامتحان الوزاري هنا زين داي يقول لدائرة نصف قطرها أربعة سنتيمتر رسم مثلث في نصف الدائرة جد الزاوية التي تجعل مساحة المثلث أكبر ما يمكن يعني أكيد الساعة 90 ما داي سوريف لعها الزاوية داي سوريف لعها الزاوية الزاوية جد زوايا القاعدة جد التي تجعل مساحة المثلث أكبر ما يمكن إذن هنا رح أجي أفرض بعدي الظلعين القائمين في المثلث هي X و Y واضح جدا بأن نصف القطر ما رح أستفيد منها رح أستفيد من كل القطر مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين إذن معناها رح يكون عندي X تساوي جذر شنوة جذر 64 ناقص Y تربيع القاعدة هي مساحة المثلث ما هي مساحة المثلث القائم الزاوية نصف حاصل ضرب ضلعيه القائمين يعني الضلعين القائمين واحد منهم قاعدة والآخر ارتفاع إذن نصف X في Y صعوبة السؤال انتهت تقريبا رح أعوض بمكان X بما يساويها هنا اختصارت خطوة الواي رح أسويها جذر Y تربيع ألمود الواي تربيع تنضرب مرة بالأول مرة بالثاني مشتقة الثابت في قوس هو الثابت في مشتقة القوس الطريقة السريعة لاشتقاق الجذر التربيع هو مشتقة داخل الجذر على 2 في الجذر نفسه المقام رح يروح النصف رح تروح البصد فقط أساوي بالصفر المهم الواي تربيع رح تطلع 32 يعني معناها الواي تساوي جذر 32 يعني معناها 4 جذر 2 أعوض الأكس رح تطلع أيضا 4 جذر 2 إذا قل لك جد مساحة المثلث أعوض بقانون مساحة المثلث جد أبعاده خلاصي أبعاده ولكن السؤال فيه فكرة إضافية جد الزاوية التي تجعل مساحة المثلث أكبر ما يمكن إذن ما طول الأكس يساوي الواي فلابد أن هذا المثلث هو متساوي الساقين وإذا كان المثلث متساوي الساقين زوايا القاعدة تكون متساوية ولأن إحدى الزوايا للمثلث 90 درجة زين أذني متساوية إذن أيضا 90 مجموع زوايا المثلث 180 إذن القاعدة مجموع زاويتين القاعدة 90 درجة ولأنها متساوية إذن كل وحدة رح تكون 45 درجة إذن واقع المثلث من أجل الرسمة رح الرسمة مننا إذن هنا رح يكون بهذه الصورة إذن ممكن هنا يجيني سؤال بالامتحان الوزاري يقول لي اثبت أنه ركز وياي اثبت أنه أكبر مثلث يمكن رسمه داخل نصف دائرة بحيث أن أحد أطلاع قطر الدائرة ورأسه يقع على الدائرة هو مثلث متساوي الساقين ممكن هي شي رح تجي تفرط طول القطر أي ورح تجي تشتغل نفس هذا الشغل ورح تجي بالأخير تستنتج بأن الأكس تساوي ورح تقول إذن هذا المثلث القائم هو مثلث متساوي الساقين إذن هذه الأسئلة التي تتعلق بما تبقى من الاحتمال الثاني إذا وجد مثلث قائم الزاوية علم أحد اللاع وكان الضلعين الآخرين هما أبعاد الشكل الهندسي أو جزء منهما فإن العلاقة تكون في داغورس الجزء اللاحق عزائي الجزء السابع سوف نتحدث عن مجموعة من الأسئلة التي يكون فيها معادلة منحني والملاحظة رقم ثلاثة الاحتمال الثالث يقول إذا وجدت معادلة منحني في سؤال ما فإنها تمثل العلاقة فيه إذن انتظرونا في الجزء السابع إن شاء الله